السلام عليكم أصدقائي أنا السيزار برحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميل يعطيكم ألف عافية اليوم حلقة جديدة من شو أشتري اخترت لكم جهازين وبدأ أعطيكم مواصفاتهم ويمكن كمان في خيار ثالث تخلي لآخر الحلقة يمكن إذا ما عجبك هذول الخيارين تختار الخيار الثالث فركز معي لو سمحت قبل كل شيء ما ننسى يخوان أهلنا في غزة الدعاء لهم الدعاء أنه الله يصبرهم الله يفرج عنهم الله ينصرهم جزاكم الله خير لو أعطيتكم مبلغ وهذا المبلغ بدي أحكيه بالدرهم الإماراتي ليش عشان الناس تستغرب ليش بحكي درهم إماراتي لأني بالعادة بحاول أنا بالعادة بشتري من أمازون الإمارات حتقولي طب كيف أنت في الأردن تشتري من أمازون الإمارات أنا بشتري من أمازون الإمارات ببعث لصديق إلي ساكن في الإمارات وبس واحد ينزل بترجع إنه ينزلوا الأغراب معه فالذلك أنا دائما بشتري من هناك عشان هيك ببني مرات بعض الفيديوهات على هالأساس فأنت روح يشوفوا أمازون.ae أمازون الإمارات هاي مش دعاية إليهم ولكن أنا فعليا بشتري من هناك فالذلك بمبلغ تقريبا يعني المبلغ ما بين 1700 درهم لـ 2200 درهم هذا لو بدا ترجمه بالدولار ما بين 500 إلى 600 دولار هاي المبلغ تمام فحصلت أنا جهازين هذول الجهازين شاومي 13T برو حقه 2200 درهم والجالكسي الـ S23 FE حقه 2000 درهم فيه فرق 200 درهم يعني فرق 60 دولار 60 دولار لصالح السامسونج لأنه شاومي أغلى ولكن تعالوا نشوفوا المواصفات والمقارنة بينهم وبعدين من قرر مين نشتري وإنتوا بتقرروا حتى مش أنا بتقرر إنتوا بتكونوا تقرر طيب من ناحية تصميمية صحيح إنه الجالكسي S23 FE بيشبه الفلاكشب اللي عندهم نفس الدزاين ما في اختلاف بس برضو بيشبه الـ AR50 نفس الدزاين ما في اختلاف أنا شخصيا شايف إنه تصميم 13T Pro أجمل بذات نسخة الجلد وأنا بعرف كيف يعني إحساس جهاز شاومي كتير متعود عليهم فشكلا هو أفخم وأنا بختاره هو من ناحية تصميمية لكن موضوع التصميم وموضوعه شخصي جدا فلذلك أنت بتختار يعني ممكن فعليا التصميم بهذا تبع شاومي أنت واحد يشوفه شنع جدا جدا فبحكي لي السزارة أنت شو بتخبص هو لا مش تخبيص يعني ذوق شخصي فأنا بختار من ناحية ذوق الشخصي شاومي طبعا كلاهما عنده معيار الـ IP68 وهذا نقطة جدا مهمة ومفيدة جدا وعملية لازم أذكر أنه الجالكسي الفريم تبعه من ألمنيوم الشاومي الفريم بس الفريم بلاستيك لكن الجسم من زجاج أو من جلد رح تفرق معك أعتقد لا من ناحية الشاشة طبعا هون القلح يقول لي ألحظها شوي ما هي سامسونج سامسونج أفضل إشي بالشاشات صح سامسونج بتصنع أفضل الشاشات بس هي ما بتحط أفضل الشاشات لكل هواتفها بتحط أفضل شاشة لأعلى هواتف الشاشة اللي هون تعالوا نعمل مقارن أول شي الشاشة اللي عند شاومي أموليد مبتاز تدعم 68 مليار لون يعني عدد ألوان ضخم جدا جدا وألوانها جميلة جدا والتردد 144 هرتز والسطوع رح يوصل لألفين وستمائة نيتز أما الجالاكسي فعنده الدايناميك آموليد التو اكس بتردد 120 هرتز بسطوع ألف واربعمية وخمسين نيتز زي ما حكيت لكم مش ضروري سامسونج بحطه أفضل بانيل بالأجهز الأقل من الأجهز الفلاكشب أنا بختار هنا شاشة شاوم انت اكتب لي انت عادي اكتب لي ناقشني ليش ممكن تختار شاشة السامسونج أنا عام نفسي بختار شاوم بالنسبة للنظام واندرويد 13 واندرويد 14 الوان يو آي 6 وشاومي الهايبر او اس هنا مش راح أحكي كثير لأني من ناحية النظام راح أعطي النقطة مباشرة لسامسونج عندها واجهة ممتازة جدا هي الأفضل من ناحية الأداء هنا في فرق فرق كويس شوفوا الجالاكسي الاس 23F عنده خيارين إما اكزونس 22 صفرين اللي من سنتين أو سناب دراجون 8 الجيل الأول من سنتين أما الشاومي سناب دراجون 8 الجيل الثاني فما فيش هنا يعني مجال للمقارنة أكيد أداء الأفضل حيكون والبطارية الأفضل حتكون لمين للشاومي وحتى سرعة خيارات التخزين في الشاومي الـ UFS 4.0 سامسونج UFS 3.1 برضو شاومي تتفوق بالنسبة للكاميرات حتى العتاد الموجود في هاي الكاميرات في هذا الشاومي أفضل اسمع كاميرا أساسية 50 ميجا بيكسل بس الحساس 1 على 1.28% يعني حساس كبير جدا جدا وعنده أما الجالكسي صحيح 50 ميجا بيكسل بس مش مذكور الحساس وعلى أغلب حيكون 1 على 1.56% حساس قديم ليس سيء لكن مقارنة مع الحساس اللي عند شاومي فيه فرق فرق واحد فلاكشب واحد متوسط فالكاميرا هون للشاومي ولسه في عنده كاميرا 50 ميجا بيكسل للشاومي للزوم وبتعمل 2x زوم الجالكسي حيكون 8 ميجا بيكسل ففيه فرق كويس لكن الجالكسي عنده Optical Image Stabilization الشاومي ما عنده في هاي النقطة لكني بختار الشاومي فمن ناحية كاميرا أنا بهمني دائما الكاميرا الأساسية والكاميرا الأساسية عجبتني أكثر عندي الشاومي وأرى أنها أقوى البطارية الشاومي عنده بطارية 5000 ميلي أمبير وشحن سريع 120 واط أما سامسونج 4500 وشحن 25 واط ففيش هنا أي مقارن شاومي يتفوق إذا هاي المواصفات ما أقنعتك بالشاومي أنا بقدر أقترح لإقتراح ثاني جهاز اسمه الشاومي 13T بدون برو هذا سعره 1700 درهم يعني أقل من الجالكسي بـ 300 درهم يعني أقل تقريبا من 90 دولار فشوف شو ممكن يعطيك هذا الجهاز على عجالي بسرعة التصميم يعني نفس تصميم برو ومن زجاج ما فيش مشاكل يعني نفس التصميم وعنده معيار عند البرو ما تغيرت نفس السطوع نفس التردد آملد ممتازة المعالج هيكون الـ Dimensity 8200 Ultra مبني بمعمارية 4 نم هذا معالج صحيح وجهول الفئة الفوق المتوسطة بس أعتقد أنه هذا ينافس الإكزينوس يعني ممكن ما يهزم الإكزينوس لكنه ينافس فرح تأخذ أداء عالي ممتاز جدا الكاميرات الكاميرا الأساسية نفس الكاميرا الموجودة على نسخة البرو في الشاومي فلذلك أنا أكيد بعطيه تفوق لأنه بصراحة الكاميرا ممتازة جدا والبطارية 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع 67 واط برضو أفضل من الجالكسي فأنا بعتقد أنه عندك خيار أرخص من الجالكسي وهو أفضل شو رأيكم اكتبولي في التعليقات وإذا عندكم جهازين حابين أني أحكي عنهم اكتبولي برضو في التعليقات ممكن أعمل فيديو عنهم إن شاء الله يعطيكم ألف عافية بشوفكم في فيديو قادم إلى اللقاء